حول التحليل عن السياسة المتعمدة التي يتبعها النظام الإيراني في إحداث الفوضى في المنطقة ومحاولاته الحثيثة تصدير ولاية الفقيه إلى الخارج وخصوصا إلى العراق ردود الأفعال عليه كانت واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب المستخدمين فيسبوك عن رفضهم التام للتدخل الإيراني بشؤون العراق الداخلية قمنا برصد بعض من هذه الردود ضمن هذا التقرير هل يمكن لإيران أن تأمل بتصدير ولاية الفقيه إلى العراق؟ تقرير نشرته أخبار الآن مؤخراً صلت الضوء على السياسة المتعمدة التي تتبعها طهران لتصدير الفوضى إلى المنطقة ومحاولاتها الحثيثة التسلل إلى العراق التحليل أثار ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما موقع فيسبوك العراقيون من أبناء الطائفة الشيعية أبدوا قلقهم من ازدياد النفوذ الإيراني في بلادهما واتهموا النظام هناك بتأجيج الصراع الطائفي في حين أكد مستخدمون بشكل عام رفضهم القاطع للتغلغل الإيراني في بلاد الرافدين وأصروا على استقلالية القرار العراقي يقول غزوان الشاهين من خلال صفحتنا على فيسبوك تدخل إيران هو أكبر إساءة للعراق والشعب العراقي فهي تحاول أن تسيطر على العراق عن طريق أحزابها وفي تعليق آخر لأحد متابعين عرف نفسه بغدر السنين يقول فيه نحن في الوسط والجنوب نعارض إيران ولا مكان لها بيننا والعراق قلعة العروبة والصمود ما قال حمز علي نحن طائفة الشيعية أرفض سياسة إيران نحن من يحكم ولا نريد أي تدخل خارجي كذلك تقول يليا شمري نحن أهل العراق لا نريد تواجد الإيرانيين في بلدنا من جانبه يقول ديوان زين نعم بكل تأكيد وأول تصريح لخميني عند نزوله من الطائرة مبدأنا الأساسي هو تصدير الثورة ولا توجد لدينا حدود محددة في جميع أنحاء العالم ويتابع زين البداية والمحاولة كانت في الدول المجاورة وتم تأسيس الحرس الثوري لعدم ثقتهم بالجيش والقوات الأمنية حاولوا نقل ولاية الفقيه إلى العراق ولكن العراقيين الشرفاء سيكونون سدا منيعا ويفشلون كل مخططاتهما ونختتم مع حسين عبد الأمير الذي قال إيران العدو الأكبر للعراق فهي تريد دماره لا إعماره ومصالحها في المرتبة الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر